وعلى ذكرك هرابة وانا بتكلم في الحلقة دي انا شايف استرابة كده كنت انا بتكلم تظهر ان الاهلي يستحق رعاية فوق العشرة مليار جنيه وده الخيمة التسويقات طبيعية للنادي الاهلي على فكرة ومش مبلغة يعني انا دايما عايز اقول حاجة يا جماعة لازم نبص للاندية بتاعتنا نظرة مختلفة ونبص على الجوانب الاقتصادية للاندية بتاعتنا نظرة مختلفة وفي اندية عندنا كتير جماهرية عندها ديفوهات ضخمة جدا لو علجوها وصلحوها وبطلوها حتدرى في عشرين في الرعاية بتاعتهم فعلا في عشرين عندنا جماعية ضخمة جدا وعندنا قيمة عالية جدا ده بمناسبة بقى انا بتكلم اهو وقتها كنت بتكلم انا بقول يستحق رعاية عشرة مليار لما الناس كنت بتتكلم وش معنى لقال يجيله اتنين مليار فانا قلت لا ده يستحق عشرة مليار وخلال اربع سنين هتشوفوا ده هيبقى موجود ده لكن على عيزة الذكر تعظيم الاراضات ده مسألة المفترض يبقى مهموم بها اي مجلس ادارة وانه تعظيم الاراضات ما يبقاش طول الوقت بالشكل التقليدي الشكل التقليدي اللي هو انت تبقى عندك بتعمل عضويات 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 وفي النادي اللي انت قاعد فيه الاهلي لما عمل فروعه عظم اراضاته بجانب الرعاية فانا هتديكم مثال ان الاهلي عظم اراضاته وهتوصل اراضات زيادة برا الرعاية ما يفوق اربع ونص مليار جنيه يمكن خلال سنة سنتين بالفرع اللي هيفتتح خلال ايام بتاع التجمع والخامس فرع التجمع والخامس هي مش قصة الاهلي فرع ونتبقىها نقول ايه او الاهلوية تباها وانه عندنا خمس فروع والزمالك ما عندوش غير فرع واحد عندنا خمس فروع والاسمالي ما عندوش هي مش قصة كده هي مش معمولة للتباه هي معمولة لحاجتين اول حاجة ان الاهلي عشان خاطر الافرع بتاعته ما تدقش على اعضاءه فبيعمل أفرع في أماكن مختلفة فعضو النادي اللي كان في التجمع والخامس لو كيف روح يشرب قهوة في الجزيرة في منطقة الزمالك لو لك لا أنا خلص جنبي فرع في التجمع والخامس أو عضو الآله اللي في 6 أكتوبر بيقترب بيخلص بقى جنبيه في 6 أكتوبر أو عضو الآله في بديهة ناصر أو في مصر الجديدة بيروح النادي الآله اللي بيحبه في مدينة ناصر وهكذا لكن تعظيم الإرادات في أن أنت عامل فرع في التجمع وضخم جدا وفرع شيك جدا على فكرة يعني ومعمول على بشكل عاملال حقيقة القوات المسلحة إما شفت فيديوهات والصور خاصة لسه ما تزعيتش يعني وحتى الناس قالوا لي يعني هننتظر شوه مش هنزيع دلوقتي عشان تبقى مفاجأة للجماهير أو لأعضاء النادي اللي اكتسبوا العضوية الغد دلوقتي قبل ما تفتح الفرع عارف أنت لما واحد يعمل كومباوند فيحط مكت كده يبيع البيوت ويبيع الشواء والفيلال والحاجة قبل ما يفتح كومباوند أصلا وقبل ما يسلمك كان بايع واخد فلوس كتير جدا اللي بايع 4500 عضوية حتى الآن في الفرع ده لو دربت في 250 ألف جنيه فوق المليار ومية بس حتى الآن المترجتين الأهلي 20 ألف عضوية في هذا الفرع الفرع ضخم جدا مش عرف كم و60 فدان 62 فدان ولا كم ففرع ضخم جدا بيقولك هم حطين من ضمن الرسوم اللي تعملت والبلان اللي تعمل ان يستوعب 20 ألف عضوية منطقة التجمع والخامس منطقة السكنية ضخمة جدا دلوقتي وتستوعب لما يحصل الافتتاح اعتقد الأهلي هيجيله إرادات بس من العضويات غير اشتراكات العضوات السنوية بس من العضويات لو دربت 250 ألف في 20 ألف عضوية 5 مليار جنيه تخيل من الفرع ده طيب الأهلي بيستفيد إيه 5 مليار جنيه تعظيم إرادات غير طبيعي ضخم جدا مع الاستاد اللي هيتعمل بتاع الشركة التأمين اللي هي أليانز بتاعة ألمانيا دي انت بتتكلم ما يقرب هيدفعه 6 ونص مش 6 عشان في ناس قالت 6 مليار هيدفعه 6 ونص مليار جنيه للنادي الأهلي لعشرين سنة عشان يحط اسم على الاستاد اللي هو أليانز أرينا زي بار ميونيخ يعني والعقود هتتكتب خلال الأيام يعني بشراكات مع الشركات المصرية زي ينايتد سبورت وبريزنتيشن والناس اللي عاملة مجود ضخم جدا الحقيقة في القصة دي في النقلة اللي هتبقى على مستوى الأندية المصرية في المستقبل اللي ممكن يشتغل بنفس هذا الفكر فأنت بتتكلم في 5 مليار جنيه بس اشتراكات من الفرع بتاعة التجامعة الخامس ايه كمان هيعود على النادي الأهلي في القصة دي أنا بتكلم الكلام ده عشان خاطر ده بيزنس ده التسويق الذي يجب على الأندية الشعبية تاخد هذا الناحج وتفكر بشكل اقتصادي مش بالخناقات ولا بالصفقات ولا خالص كلام ده اللي يجيب الصفقات يعني بدل من اتخانق على مصطفى شلبي وبدل من اتخانق على محمد رضا بابو وبدل من اتخانق على محمود بقالة روح هاتي عامل لأي لعيب من بر هاتلعيب انجليزي هاتلعيب برازيلي هاتلعيب سنغالي هاتلعي أي لعيب من بر هاتلعيب معك فلوسه وكشف له ضخم جدا انت حتى بقول ايه الاهلي مجتمع انت عندك 4 فروق او 5 فروق دلوقتي لو كل فرع فيه عدد من العائلات يعني ده ده 4500 الواحده فهيوصل لـ 20 ألف بقول لك دلقائل فيه 20000 ألف عضوية لغد دلوقتي بالفروق دي لما تكتامل هيوصل لـ 20000 ألف عضوية فيه معدل الأصل 4-5 تنفار فانت بتتكلم في مليون بني آدم هلما بتجيب راعي مثلا زي شركة الاتصالات اللي جات دي وتقول له انا بس عندي جوة الانديها بتاعت مليون بني آدم فشوف كمية البيع بتاع حتى ده جير جمهوره الغفير بقى اللي بعشرات الملايين ده قصة تانية خالص فانت عشان كده لازم بتفكر تقول هو ليه الرعي دفع للأهل 600 مليون جنيه عن 4 سنين كم من المكاسب اللي الناس دي ما بتدفعش فلوس كده اعتباطا يعني حابين الآلي جدا او حد يكلمه متوسط في النص وانا بده الآلي 600 مليون اه والله اخد 600 مليون عام لأ انت بتتكلم ان انت بتوسح 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 وتكبر 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 تخيل انت عندك محل خدت جنبي محل خدت جنبي محل وانت وقت في الشارع التاني محل وانت وقت سلسلة محلات وانت وقت خدت في محافظة تانية في محافظة تالتة وبعدين بقيت انت راجل تاجر الجملة اللي بتوزع المحلات وبعدين بعدين كده بقيت انت المستورد وبعدين بقيت عندك شركات بتجبر وتتضخم وتستفحل ده اللي القالي بيعمله دلوقت عشان يعظم اراداته اللي هتصل بالمليارات وبقول دايما يعني مش معقول النهاردة انا عمال اسمع الاهلي ومليارات وفلوس ورعايات وافتتاح وموضوعات كتيرة جدا وعمال اسمع خناقات في النحاء التانية في الزمالك اللجنة القديمة تقول امام عشور ده احنا عاملين للعقد ومشينا وسبناه قصه متوسقش عشان ما يحسب لناش وفي الزمالك خناقات مع ما ينفقش يا جماعة لازم بصراحة الزمالك عنده قيمة وقدره قوة وجماهرية يستطيع ان لم يصل للاهلي في الرعايات لانه ما فيش غير فرعي واحد الرئيسي ان لم يصل على الاقل يقترب بس لازم الناس تفكر بشكل مختلف خلال هذه الفترة اللي يعني فيها مفترض هيبه فيها انت عاش اقتصادي حتى على مستوى البلد بهون فتاح بشكل كبير جدا جدا جدا